أيها الإخوة والأخوات أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أضوهية كبار العلماء وعضو اللجنة العلمية للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء أحياكم الله وبركة فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول أرجو أن تفسروا الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الوصية العاشرة من الوصايا العشر التي جاءت في سورة المائدة حينما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام حينما قال تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا هذه الأولى وهي النهي عن الشرك والعاشرة هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما أن هذا صراطي مستقيما والصراط هو الطريق والمراد به هنا الطريق الموصل إلى الله قيل هو الإسلام وقيل هو الرسول قيل هو الإسلام وقيل هو الرسول وقيل هو القرآن والكل حق كل هذه صراط مستقيم فاتبعوه تمسكوا به وسيروا عليه ولا تتبعوا السبل لا تخرجوا عنه إلى السبل هذا صراط طريق واضح والسبل متفرقة وخفية ومهلكة لهذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهي سبل على كل واحد منها الشيطان كما جاء في الحديث يدعو الناس إليه فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به ذلكم أي لزوم الصراط المستقيم وصاكم به لعلكم تتقون رجاء أن تتقوا الله سبحانه وتعالى لأن تتخذوا بينكم وبينه وقايا من عذابه سبحانه وتعالى والتقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا به رجاء الثواب وترك ما نهى الله عنه خوف العقاب هذه هي التقوى سمي التقوى لأنها تقي من عذاب الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم إذا سلكتم هذا الطريق تتقون الله عز وجل وتخافونه وترجونه هذا مما وصان الله جل وعلا به وهي وصية سائرة إلى يوم القيامة كل الخلق من نزول القرآن إلى يوم القيامة يجب أن يلتزموا هذه الوصية وأن هذا صراطي مستقيما نعم أحسن الله إليكم هذا السائل يقول الشيخ صالح أيهما أولى الإسلام أو الإيمان الدين ثلاث درجات كما في حديث جبريل الأولى الإسلام وهو العمل الظاهر قام الصلاة وعيتاء الزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا هذه أركان الإسلام والإسلام أوسع يعني كل ما أمر الله جل وعلا به فهو من الإسلام ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه وشره والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فالإسلام واسع لكن هذه أركانه التي يقوم عليها نعم من الأسئلة التي وردت البرنامج والمرتبة الثانية الإيمان الإيمان وهي أخص من الإسلام هي الأعمال الظاهرة هي الأعمال بالقلب قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب نعم في الآية الكريمة الشيخ قالت والمرتبة الثالثة هي الإحسان إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك فالإسلام أولا الإسلام ثم فوقه الإيمان ثم فوقه الإحسان نعم في الآية الكريمة قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نعم الأعراب جاءوا من اليمامة جاءوا من اليمامة وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا يا محمد قال الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ثم بشرهم وقال والله غفور رحيم لكن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وغض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم فهم رفعوا أصواتهم بحكم أنهم أعراب ما تأدبوا بآداب الإسلام الكاملة فقالوا يا محمد اخرج علينا فالله انكر عليهم قال أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم نعم من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ هذا السائل يقول بالنسبة لقراءة القرآن على القبر فنحن في بلدنا بعد دفن الميت يقرؤون على الميت القرآن بعد دفنه هذا من البدع المحدثة فلا يقرأ في المقابر لا يقرأ في المقابر عموما ولا يقرأ عند القبور عند بعض القبور خاصة كل هذا بدعة والذي يريد الخير للميت يدعو له يدعو له بالمغفرة والرحمة وأما أنه يقرأ عند قبلي هذا ما ورد به دليل فهو بدعة فالقراءة عند القبور بدعة ولا يجوز فعلها والميت لا ينتفع بذلك إنما يقرأ القرآن على الأحياء الذين يسمعونه ويقدرون على العمل به لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أما الأموات فيدعى لهم عند قبورهم ودائما وأبد في أي مكان يدعى لهم بالرحمة والمغفرة أموات المسلمين نعم أحسن الله إليكم أبو عبد الله يقول بالنسبة للأخذ بالأسباب هل يناف التوكل؟ الله أمر بالتوكل وأمر باتخاذ الأسباب ولو كان بينهما تنافيا لما أمر الله جل وعلا بهما فالرسول كان يفعل الأسباب مع أنه أعظم المتوكلين كان صلى الله عليه وسلم يلبس الدروع من الحديد لتقيه من السلاح وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون تتطلع أحوال العدو وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب النافعة في الحروب وغيرها نعم بارك الله فيكم أشيخ من الأسئلة التي وردت أيضا يقول بالنسبة لصلاة المريض صلاة الفروض إذا كان جالسا أو على كرسي هل يأخذ الأجر كمن كان لو كان واقفا؟ إذا كان لعذر فإنه يأخذ الأجر لأنه معذور في قعوده هذا في الفريضة أما في النافلة فإن كان مريضا فإنه يأخذ الأجر كامل وإن كان صحيحا وصلى قاعدا فإنه يأخذ نصف الأجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد هذا في حق الصحيح الذي يستطيع القيام في النافلة وأما الفريضة فالقيام فيها ركن من أركانيا وقوموا لله قانتين نعم شيخ صالح حفظكم الله في بعض المرضى يترك الصلاة حتى يخرج إلى البيت ويتعذر بأن ثياب غير طاهرة ما رأيكم في ذلك؟ نعم يقول بعض المرضى يكونون في المستشفى ويؤجلون الصلوات حتى خروجهم ويأتذرون يقولون الملابس غير طاهرة هذا من الجهل ولا يجوز هذا هذا محرم شديد التحريم ترك الصلاة إلى أن يخرج من المستشفى يجب على المرضى أن يصلوا على حسب حالهم إن استطاعوا أن يتخلصوا من الملابس ويغسلوا النجاسة فهذا مطلوب واجب عليهم لكن إذا لم يستطيعوا فإنه يصلي على سريره أو يصلي على الأرض ولو كان عليه ثياب غير طاهرة إذا لم يستطع أن يصلي بغيرها وخشي أن يخرج الوقت إنه يصلي على حسب حاله اتقوا الله ما استطعتهم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الإنسان يدعو ولا يستجاب له ما الأسباب في ذلك والله عز وجل يقول أدعوني أستجب لكم الأسباب من قبل العبد الأسباب المانعة من القبول من قبل العبد فالعبد قد يدعو ولا يستجاب له إما لأنه يأكل الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تستجب دعوتك فإذا كان يأكل من الحرام فلا يقبل الله له دعاء حتى يتوب إلى الله يترك الحرام أو يكون عنده مانع آخر من الموانع التي تمنع قبول الدعاء كأن يدعو الله وهو غافل قلبه غافل قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن وقد يكون يدعو بإثم أو بقطيعة رحم فلا يستجاب له ذلك نعم هذا إذا كان السبب من قبل العبد وقد يؤخرها الله وإن كانت دعوة صالحة وكان الداعي صالحا ومستقيما ولكن يؤخر الله الإجابة لمصلحته لمصلحة الداعي فالله جل وعلا يؤخرها له ويكون ذلك أعظم له ولهذا جاء في الحديث أنه لا يجوز أن يقول العبد قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي ثم يترك الدعاء بل يدعو الله عز وجل ويخلص الدعاء لله ولا يقنط من رحمة الله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت في مجال العقيدة هذا السائل أبو أحمد يقول أرغب أن يشرح لي الشيخ معنى الاستواء على العرش وهل له أقسام الاستواء على العرش هو الارتفاع والاستقرار والصعود وقال ابن القيم رضي الله عنه يقول ولهم عليها عبارات أربع يعني في معنى استواء وهي استقر وقد علا وكذلك وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي هو رابع إلى آخره نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت يقول هذا السائل ما نصاب الذهب والفضة وما مقدار الصاع النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم بالكيلو نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة نصاب الفضة يعني في العصر الأول مئة واربعون مثقالا مئة واربعون مثقالا أو مئتا درهم بالدرهم الإسلامي وأما في الريال السعودي الفضة فهو ستة وخمسون ريالا وأما مقدار الصاع النبوي بالكيلو الآن فقد صدر من حيات كبار العلماء أنه ثلاث كيلو أنه ثلاث كيلو تقريبا نعم أحسن الله إليكم عبد الله من الرياض يقول يا شيخ ما الأسباب المعينة على تمسك المسلم بدينه والاستمرار على الطاعات حتى الممات أن يتعلم دينه حتى يعرفه ويتمسك به هذا واحد الأمر الثاني أن يصاحب الأخيار والمتقين والأمر الثالث أن يكثر من الدعاء يدعو الله بالثبات على دينه ويخاف من أن ينزع منه دينه يخاف الله عز وجل أن ينزع منه دينه فهذه الأمور وغيرها يثبت المرء على دينه بإذن الله نعم يسأل له فقرة ثانية شيخ صالح أن كتاب الترغيب والترهيب كتاب جيد للحافظ المنذر المنذري ترغيب والترهيب يذكر فيه الأحاديث الواردة في الترغيب والترهيب وهو كتاب وعب وتذكير نعم وكتاب أيضا صحيح الأذكار شيخ لا أعرفه نعم أحسن الله إليكم لمن؟ لم يذكر الاسم هنا يا شيخ الساعر لا أعرفه نعم هل تجوز الزيادة في زيادة الفطر في زكاة الفطر بنية الصدقة؟ لا بأس بذلك الزيادة على الخير خير هنا يقول يا شيخ امرأة مصابة بجلطة في الدماغ وما زالت في غيبوبة منذ ثلاث سنوات الأولاد يريدون أن يصوموا عليها فضيلة الشيخ وهل عليها كفارة؟ ما عليها شيء ما عندها حقل ما عليها صيء ثلاثة سنين نعم ما عليها صيء نعم يقول يا شيخ إذا تبين للمصلي بأنه انحرف عن القبلة قليلا وقد أدى عدة صلوات فهل يعيد الصلوات؟ ما يضر الانحراف القليل لا يضر إلا إذا كان يرى الكعبة إذا كان يرى الكعبة فلا يجوز ينحرف عنه تبطل صلاته إذا انحرف عنه أما إذا كان لا يرى يكفي أن يصلي إلى الجهة إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو حصل منه انحراف يسير فإنه لا يضر نعم سؤال أيضا في العقيدة من السائلة هم مرام تقول شيخ موقف المسلم والمسلمة في الرجاء والخوف الرجاء والخوف هما من أنواع العبادة من أعظم أنواع العبادة لكن الخوف الذي ليس معه يأس كخوف الخوارج والرجاء الذي ليس معه أمن من عذاب الله كخوف كرجاء المرجعة لا بد أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء يدعو ربه بين الخوف والرجاء يرجو ثوابه ويخاف من إقابه أولئك الذين يدعون ابتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه نعم بالنسبة لإهداء القرآن وإهداء الأعمال الصالح يا شيخ إلى الأموات ما الوارد فيها أما إهداء القرآن فلم يرد فيه شيء فيما أعلم يعني يقرأ القرآن عن الميت ولم يرد فيه شيء فيما أعلم وبعض العلماء يرى أنه يدخل في عموم الأعمال الصالحة فيقرأ ويهدي ثواب قراءته للميت لكن لا أعلم له دليلا من الكتاب والسنة وأما يهداء غيره من العبادات فهو لا بأس به نعم نختم هذا اللقاء كان يتصدق عن الميت كان يحج عن الميت كان يعتمر عن الميت لا بأس نعم والدعاء شيخ والدعاء للميت نعم نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة عن الآيات القرآنية وكتابتها وتعليقها في رقبة المريض من أجل الشفاء لا يعلق على المريض هذه تماعيم إن تعلق تميمة فلا أتم الله له كما في الحديث فلا يعلق على المريض ولا الدعاء ولا القرآن وإنما يقرأ عليه ويرقى يرقى بالقرآن والدعاء الصحيحة فجاء أن يشفيه الله أما تعليق الآيات وتعليق فهذا لم يرد به دليل وأيضا يخشى أن الإنسان يعلق غيره من التمائم الشركية ما يفتح الباب هذا لتعليق التمائم نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية أجاب عن سلتكم استفسراتكم في لقاء برنامج نور على الدرب فضيلة الشيخ العلام الصالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله للشيخ ورفع الله درجاته في المهديين وشكرا لزميل مهندس الصوت عبدالله المواش الذي سجل هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته